تكاملت فيك أوصاف خصصت بها فكلنا اليوم مسرور ومختبط السن ضاحكة واليد مانحة والنفس واسعة والصدر منشرح إذا غمرت بشرف مروم فلا تغنع بما دون النجوم وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتزغر في عين العظيم العظائم أنحدثوكم عن الشخصية الاستثنائية فحدثوهم مباشرة عن الرجل إذا ما رأيت رفعت لمجد تلقاها ابو ناصر باليميني شخصية استثنائية متميزة متفردة مختلفة مبدعة إذا تحدث فعل وإذا فعل أنجز وإذا أنجز جعله انجازة حديث العالم جمع بسرعة يعني تحقيقها يعني حققها بشكل عجازي وفترة وجيزة هذا والله ما هو مناظر نواف يمدها لن نتجاوز غدر المد حتى كأنه بأحسن ما يثنى عليه يعاء مادحة زمانة ومادحتها أفعالة هذا الرجل هو معالي المستشار تركي على الشيخ بناصر وفخامة الاسم والله تكفي والله من يعرفني عدل يدري أني ما أقول هذا الكلام تملغ ولا رياء ولا تطبيل ولا نفاق والعياذ بالله لكن من باب نشر الجمال والله جميل يحب الجمال والأمر الآخر اللي ما يخفي على أحد أن حب السعودية العظمى بالنسبة لي كحب الكويت تماما يهمني أمرها وهي بلدي وبلد كل عربي ومسلم وكل عربي ومسلم له الشرف أن يعشق المملكة العربية السعودية العظمى والله يا مملكة العز لو لم تكوني عروس الأرض غاطبة ما جعل الله بيتا له في أراضيك المملكة العربية السعودية العظمى مهما تكلمت ما رعوا فيهم حقهم لأنهم هم رأس العروبة ورأس الإسلام وأضف إلى ذلك شيء شخصي أنهم أصحاب فضل أيو الله أصحاب فضل يعني سيدخل سيدخل معي إلى القبر وسيحفظ فضل المملكة العربية السعودية من بعدي أبنائي بإذن الله أهل معروف أهل جمائل الأمر الآخر أنا فخور ويا فخري واعتزازي بهذا الرجل الاستثنائي وما هي غريبة لأنه اختيار طويل العمر سيدي محمد بن سلمان يعرف يختار رياجين وبناصر للأمانة تمنيت أني أقاب له وأقول له هذا الكلام اللي من القلب والكلام الذي يخرج من القلب يصل إلى القلب لكن بإذن الله سوف يصل هذا الكلام إلى مسامع بو ناصر الرجل اللي مخلص في عمله محب لي وطنه لا يكل ولا يمل تشارة تركية للشيخ نموذج للقائد المحب لي وطنه المخلص في عمله الملهم لنا جميعا حقيقة هذا الرجل أينما وجد تجد هناك لمسة إبداع وحراك غير طبيعي وأينما وجد يصنع الفارق رجل أصلا الله يحفظه رغم العارض الصحي إلى أنه يتواجد بأعمال الخير ويتواجد في السوشال ميديا ويتواجد مع الجمهور في المدرجات ويتواجد مع الناس البسطاء ويعني كالغيث أينما هطل نفع والأمر الآخر المهم جدا أنه رجل كله مروءه وشهامه وخلق وتواضع وأخلاق بشوش الوجه جميل الروح وكريم اليد تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبضا لم تطأحوا أنامله والله يصدق فيك القول هذا والله تمشي الكرام على أثار غيرهم وأنت يا معالي المستشار تخلق ما تأتي وتدعو ومن كان فوق محل الشمس موضعه فلا يرفع شيء ولا يضع ألا ألا ياليت الرجال تصنع لسا نسخنا منك نسخة أخرى لكن إن الزمان بمثلي معالي المستشار تركه للشيخ لا بخيل حفظ الله المملكة العربية السعودية العظمى وحفظ حكامها وأدام عزها ونصرها على كل من يعديها ومن يحبها أنا أحبه وعسى الله يحفظها لها ويحفظ حكامها ويعزها ولا يعز عليها ويا لائمي في هواها ومحبتها لو رأيت ما رأيناه من مواقف وأفضال وجودها لها لم تعدل ولم تلومي واني امرؤ مني الوفاء سجية ومن لا وفاء له لا دين له دام عزت يا مملكة الخير ودام ازدهارت وعسى الله يكثر من أمثال معاني المستشار تركيال الشيخ من الرجال اللي محل فخر واعتزاز لكل سعودي ولكل محب للمملكة العربية السعودية لا نقف بل يجب أن تقول بعدها العظمى ترجمة نانسي قنقر